السلام عليكم وصلنا في 84 صفحة 89 من سلسة 82 ألف نظرية فيترورس وحساب المثلثات قل لك أوجد أوجد قيمة سين في كل من المثلثات القائمة التالية مقربا إجابتك لأقرب ثلاثة أرقام معنوية المثلث أول بالكيفية هذا التمانية هذا خمسطاش وهذا سين نبقى قيمة سين كويس هنا في زاوية قائمة ومن هنا نستمت أن نستعمل نظرية فيترورس ولا الوتر هو لقابل الزاوية القائمة وهو أطول الضلع فيهم حتى في الرسم يبالك أنه أطول واحد فيهم كنتركز في الرسم الكويسي أنه هذا أطول من هذا بشوية وهذا أطول من هذا فهمتوه؟ فمن نظرية في الغرص تقول أن الوتر تربيع يساوي الضلع هذا التربيع زائد الضلع هذا التربيع إذا سين تربيع تساوي ثمانية تربيع وهي أربعة وستين وخمسطاش تربيع أعتقد شن يساوي؟ أربعة وستين زائد خمسطاش تربيع أعتقد اللي هي 15 تربيع اعتقد 225 ايه 225 64 زايد 225 25 15 تربيع 225 25 زايد 64 تساوي 289 اذا 20 تربيع تساوي 289 حين بسين ناخد جدر الطربيع الطرفين تمشي هذي مع هذي اذا سين تساوي جدر 289 اللي هو 17 اذا سين تساوي 17 الوتر هو اطول ضلع فيهم لاحظوا ان هذي 15 بينما هذي 17 لاحظوا ان هذي 17 بينما هذي 8 انني جبتي صح السؤال اللي بعدها عندي ضلع هكي وعندي هكي وعندي هكي وعندي هذي قائمة الزاوية يبي صين بالسنتيمتر اعطيك هذي 24 سنتيمتر وهذي 26 سنتيمتر تعال يا عزيزي وين الوتر الوتر هو هذا اللي هو قابل للزاوية القائمة وقانون في الغرش يقول يقول لك الوتر تربيع يساوي الضلع هذا التربيع زي الضلع على تربيع اذا 26 تربيع 676 يساوي 20 تربيع زايد 24 تربيع 576 نرفع هاي طرف الاخر اذا 676 ناقص لانتوشتر في الآخر من الموجه بتنقلب سالب 576 تساوي السين تربيع لما تنقص هذه منها تطلع لك 100 واضحة 676 ناقص 576 اكيد 100 ونقلبهم طبعا الفرق بلاتهم 100 اذا 100 تساوي سين تربيع اذا سين تربيع تساوي 100 100 تساوي سين تربيع معلاها السين تربيع تساوي 100 شغل الدماغه شوية عزيزي احنا ننبوه السين ناخده جدر الطرفين الجدر الغي تربيع اذا سين تساوي 100 تساوي 10 اذا سين تساوي 10 سنتيمتر اكيد اجابتي صح لانها اصغر من الوتر وهذا طبعا اصغر من الوتر كويس اخر فقرتين جيم ودال جيم يا عزيزي الحمد لله ما فيش تقريب لانا ننسيت قصة تقريب مرة واحدة انا في المسائل عندنا جدتين شو راح ده تقريب عندك هالي زاوي قائمة عندك هالي بوينت اربعة متر عندك هالي بوينت تلاتة متر عنية هدي نشبح لها لانها شوفوا هدي مقابلة مقابلة للزاوي قائمة اكيد هدا وتر ولا انا نقولكم ان الناتشا واحد يطلع بوينت خمسة لان احنا نعرف انه متلت متلت ثلاثة اربعة يعطيني خمسة با هي بوينت ثلاثة و بوينت اربعة اكيد بوينت خمسة هيك ما غيزبطها خلينا نتاكدوا ان الاجابة صحة و غلط هنه ينفوض يطلع بوينت خمسة زي ما نشبح فيك بما ان هدي بوينت ثلاثة هادي بوينت اربعة معنا هدي بوينت خمسة لان احنا نعرف انه اسهل متلت في نظرية فيتغورس اللي هو ثلاثة اربعة خمسة هذه بوينت ثلاثة و هذه بوينت أربعة ايجتي ذي بوينت خمسة كويس رب Karza تقول ان الو GIS نظيف فيتغورس تقول ان الIGHB الشيسا واحد طربيعه مقابل قائمه وهدو숙 و هنالت小idade انها تبيع و missing علمون الkey زائد بويند 3 تربيع يو بويند 0.9 بويند 0.9 صح هدا الشي كل اشي يساوي يساوي سين تربيع اذا سين تربيع يساوي بويند 16 زائد بويند 0.9 اللي هو بويند 25 وديرها بنفسك بالعلى الحاسبة هل نبوه السين اذا ناخده جدر تربيعي للطرفين الجدر غير تربيع اذا يعطيني سين جدر بويند 25 اللي هو بويند بويند خمسة وعشرين نص كيف ما قلتلكم انها تجي وساوي بويند خمسة بويند خمسة بواحدة المتر صحي كويس اخر سؤال عنا اللي هو يشبح فيه كاتب ها واو شوفوا رها كاتب ها واو ما فيش تحتم شي رها وهنا الصفحة اللي بعدها خاش لك درس جديد او تمرين جديد وانا ما فهمتش كاتب لك بالضبط المهم اخر فقرة هي دال 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 اعطيك مثلث قنية اعطيك هدي زاوية قائمة اعطيك هدي سين بالمتر اعطيك هدي بويند اربعة سبعين بالمتر وعطيك هدي اتنين فاصلة خمسة بالمتر احنا نبو طول الضلع هادا اول شي نشوفوا وين الوتر الوتر هو لقابل الزاوية القائمة الوتر هادا ونقدر نجاوه بالنضيج في ثغورس لانه متلة قائمة الزاوية ارسمك زي الصندوق الصندوقه هو اعرف انه شني الصندوقه هو اعرف انه قائمة الزاوية سوا سمو الكيكي سمو الكيكي صندوقه هو قائمة الزاوية عرفنا انه هذا هو الوتر الوتر تربيع يساوي الضلع دا تربيع زي الضلع دا تربيع point 74 تربيع زائد السين تربيع 2.25 2.5 تربيع يساوي 6.25 0.74 تربيع 0.5476 زائد 20 تربيع نرفع الطرف الآخر تصبح عندي 6.25 نقص الآن سالأخير اللي وصلت له يعطيك 5.7 7.024 يساوي سين تربيع بالله إليه ما نحبش نخلي الرمز يصار والرقم يمين دائما الرمز يمين والرقم يصار إذن سين تربيع تساوي نقل له 5.7024 نحن نبوه السين ناخده الجدر تربيعي تربيعي للطرفين الجدر يلغي تربيع إذن سين تساوي الجدر هذي شي يساوي جدر الأنسر يساوي 2.3 شوفوا قال لك مقربة لثلاثة رقم معنوية هذا أول هذي ثاني هذا ثالث آخر رقم هو الثمانية نشوف الرقم اللي قبله السبعة تقرب ولا لا نعم السبعة تقرب معنا الثمانية تصبح شني تصبح تسعة واحدة شن هو واحدة بالمتر هيك تلاثة رقم معنوية واحد تنين تلاتة يعني السبعة تقرب واحدة المتر وهكي جاوبنا أربعة تمارين من هذا الدرس والله يسامحوني تمرين خمسة مش حنجاوب با هي تمرين خمسة لأني فهمتها شن يبي با هي فهمتها لكن تمرين غبي تمرين مفيش شي حتى فكار تمرين سلم اللي حطه مرة واحدة ها هو قلت لكم مثلث ثلاثة أربعة خمسة هذا حتى مثلث هو نعفها خمسة تناشر تلتاش لنا متر تلتاش سبعة خمسة عشرين أنا نقول هدي أربعة عشرين حفظوا محفظة سبحان الله شوفوا ثلاثة أربعة خمسة هذا خمسة تناشر جربة بنفسك با هي عرفنا ألف وبا ألفة طويلة اللي عادية وجيم هو الوتر با هي فتلاثة أربعة خمسة خمسة تناش ثلاثة حيطلع عليك سبعة هني أربعة وعشرين يعطيك خمسة وعشرين هذا من عفاش هذا من عفاش هذا من عفاش فأنت جرب لفسك جوبت لك أول أول ثلاثة وحدات أنت جرب باقيات هذا طول هذا طول وهذا ووتر شوف تسمى من كلام دش فاضي هلبة بس قل لكي ابحث على شبك تنطلت حصول على ماقع لها تعطيك معلومات حولها نظرية تنطيلة في تغرس المهم وهكي جاوبنا تمرين ثلاثة ألف سامحوني إذا ما قلتكم تمرين خمسة مش هنجاوبة لأن التمرين غبي واللي حتى غبي كويس شكرا جزيلا السلام عليكم وحتى اللي بركاته